اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بتضحياتها التي قدموها اكثر من الف شاب قتلوهم غيلة وبدم بارد واكثر من 30 الف جرحوهم وعشرات بالمئات اختطفوهم وغيبو الكبيرة بايمانها بان الوطن واحد ايمانها بان هذه العملية السياسية جزء من مشروع الاحتلال وان كل احزابها وكل ميليشيات وكل قواها هي قوى وميليشيات وقوى مخربة ومدمرة ورعاة لمشروع الاحتلال لإيمانها وكبرها كبيرة لإيمانها بان هؤلاء كلهم مجموعة من الكذابين وعودهم كاذبة وان عشرين سنة مرت على العراق هي يعني عقدين من الخزي والعار والظلام مع الاسف الشديد والعراق قدم تضحيات كبيرة جدا في هذه في العقدين الماضيين هذه الثورة كبيرة جدا باعطاها بوطنيتها بأخلاقها بشعاراتها برؤيتها بمحبتها للعراق محبتها لسيادة العراق واستقلالها وإيمانها بكل إيمان كل الثوارة الذين خرجوا بأن العراق واحد ويجب أن يكون مستقل ويجب أن لا يخضى لأحد هذه الثورة التي قمعت بالحديد والنار واللي ما زالت هم يعتقدون أنه أنهوها لكن لن تنتهي هذه الثورة اسم الطريق الحرية للعراق حقيقة فتحة أبواب الحرية للعراق مهما قالوا مهما اعتقدوا مهما اعتقدوا أنهم سيطروا بسبب السلاح وسبب الميليشيات والقوة والمال مهما اعتقدوا فهم على وهم منذ أربع سنوات والتظاهرات الآن خرجت في يوم واحد عشرة خرجت أيضا التظاهرات ورفعت نفس الشعارات ونفس الثقة ونفس الحماس في نفوس وعقول وأفواه وقلوب كل من خرجوا ينادونه بإحياء الثورة وإعادة الثورة وينادون باستحقاقات هذه الثورة واستحقاقاتها أن تسقط العملية السياسية وتسقط أحزابها ويسقط كل شيء شاذ في العراق منذ عام 2003 منذ أربع سنوات والعدالة ما زالت غائبة ما زال الشعب يطالب ما زال الثوار ما زال أهل المغدورين اللي يغدروا وقتلوا غيلة واللي يجرحوا ويطالبون بإظهار المتسببين في هذا إظهار القتلة وكل هذه الحكومات يعني حكومة عدل عبد المهدي وعدت قبل ما تسقطها الثوار وجدت وراها حكومة مصطفى الكاظمي وجاء وراهم السوداني كلهم وكل قوى العملية السياسية كانوا يعيدون أنهم سيظهرون قتلة المتظاهرين وأن يقبلوا والعدالة يجب أن تتحقق والعراق بلد ديمقراطي وبلد حر هكذا يتحدثون لكن أربع سنوات لم يظهروا قاتلا واحدا ما زال الحديث عن جهة مجهولة وعن طرف ثالث كلام غريب عجيب والذين كانوا متهمين بالقتل والكل يعرفهم الآن شكلهم الحكومة هم من يشكلون الحكومة هم من يسيطرون للعراق ويتحدثون بلغة وطنية ويفاخرون الناس ويكذبون بطريقة علنية غريبة عجيبة القوى الأمنية والقوى الميليشياوية التي أغلت القتل بالمتظاهرين وابناء العراق ذول الشباب الحلوين اللي ظهروا من يعني خرجوا من من رحم المعاناة كانوا يعتقدون كانت تعتقد هذه قوى السلطة قوى العملية تعتقد أن هؤلاء حاضنتهم وأنهم قنابل طائفية هؤلاء يستخدمونهم إذا ما أثاروا الطائفية مرة في أي وقت سيكونون جنودا لهم وإذا بهم يخرجون عابرين للطائفية شاتمين للطائفية وشاتمين لكل لكل من يقف وراءها وهذا ما سمعناه وهتافاتهم من الناصرية وبالبصرة وبالنجف وبكربلة وببغداد وكل مكان وقدموا الشهداء ودماءهم في ساحات الناصرية وفي ساحات البصرة وبالنجف وبكربلة وببغداد وبالديوانية وكل مكان وبالعمارة وكل محافظة دماؤهم يعني سقطت على تراب الوطن هذا من أجل هذا الوطن نفس الوضع للقوى هذه الأمنية والقوى الميليشية والتي كانت في ذلك الوقت في نفس هواجهة المتظاهرين هذه المرة أيضا بالحديد والنار والرصاص الحي نفس الشي كانوا يعني في عام 2017 من وراء أغطية من وراء زجاج معتم يحكمون الآن يحكمون بشكل واضح يعني بشكل مباشر يحكمون وهم يتصرفون واجهوا الناس بهذا الشكل الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين المدنيين لم يحصلوا لأن يحصل لأن هؤلاء هم من قتلوا يعني هل ممكن لحكومة أن تدين نفسه لميليشيات حاكمة أن تدين نفسه وتقول نحن من فعلنا هذا 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 حديث ذلك يتحدثون عن طرف ثالث ومعرف من وجههم مجهولة وشكلوا اللي جان للتحقيق عادل عبد المهدي شكل لجان للتحقيق جان كاظم يشكل لجان للتحقيق جاي جاي حمد السوداني أيضا شكل لجان للتحقيق وأنت إذا في العراق ردت يعني تنهي قضية شكل لها شكل لها لجنة تحقيقية وإحنا يا مكثر للليجان التحقيقية ملايين اللي جان التحقيقية شكلتهم إلى نتائج فشكلوا لها لجان تحقيقية ولا نتيجة ولم يخضى أي من المتورطين في دماء العراقيين إلى المحاكمة لم يساق إلى العدالة ولا أحس إلى لماذا فعل ذلك الحكومة الحالية والقوات الميليشياوية والقوات الأمنية والإعلامية لا يتحدثون إلا عن تعويضات مادية وهذه كارثة كبيرة فكرهم فكرهم المسخ هذا لا يدلهم إلا على المادة لأنهم لا يفكرون إلا بالمادة وما جاءوا لحكم العراق إلا من أجل المادة مباشرة يذهبون إلى المادة يعني وآخرها ضحايا الحمدانية هذه الجريمة الكبيرة الفاجعة الكبيرة بالحمدانية مباشرة البيانات طلعت تعويضهم بعشر ملايين والعراقي هذا يعني إلى ثمن هذه ثمن عشر ملايين تطيه والعراقي وأهله يسكتون والناس تسكت وخلص وقتلت المتظاهرين والمتظاهرين ذوله وأهلهم يقبلون ذوله من قتله والنجرحه وتطيه خمس ملايين وحشر ملايين وتوظف فلان وتجيب فلان وخلص وانتهت القضية هذه القضية المادية العراقي لا يوقاس بها العراقي قيمة كبيرة هذا مبني من تفاصيل كثيرة مبني من وطنية وخلاص ونخوة ووطنية وفكر ورؤية وسلام وطمأنينة وتصالح مع النفس ومحبة هذا العراقي العراقي إنسان بسيط لكنه صنب من الداخل مبني بناء قوي جدا دعك من الشواذ الآن دعك من حالات الشاذة هذه لا تشكل شيء ولا تشكل علامة يعني في قياس أو في الحكم على العراقيين أبدا العراقي يبقى عراقي صميمي ومحبو في كل الدنيا لأنه عراقي أبي هذا لا يوقاس بالمال ولا يمكن أن لحكومة أو لقوى سلطة تحترم نفسها أن تتحدث بالمال مع العراقي أن تقيز دم العراقي وحياته بالمال مع الأسف الشديد الذكرى الرابعة مرت لثورة التشرين والثورة باقية ومن يعتقد من هذه السلطة من قواها من ميليشياتها من من يدعمها إيران أمريكا غيرها من من يدعموها أن هذه الثورة قد انتهت فهو على وحد هذه الثورة رسم الطريق الحرية دلت العراقيين على طريق الحرية ويعني فتحت أبواب الأمل للعراقيين فتحت الأبواب وقالت للعراقيين أن الأمل موجود كان الناس لا يتوقعون أن يخرج هذا الشباب وخرجوا وسيخرجون غيرهم والمرة القادمة عندما يخرجون لن يبقوا على شي والعراق يعني يتدخر كل قواهم وهم يتدخرون كل قواهم مثل الغيوم عندما تتدخر هذا المطار وتتدخر صباع عقهى وفجأة سيأتي سيل جارف أمواج كبيرة تطيح بكل هذا الفساد وتنظف هذا البلد وترجع وجه الجميل الذكرى الرابعة لثورة تشرين مرت تحية لكل الشهداء تحية لكل هذه الثورة العظيمة الكبيرة الباسلة لكل هؤلاء الشباب الحلوين اللي ضحوا بنفسهم اللي باقين على الطريق الآن والذين يعيدون الوطن بأنهم سيكملون الطريق نتمنى لهم الخير ونتمنى لبلدنا الخير نتمنى لهذه الثورة أن تحقق أهدافها وهي حققت كثير من أهدافها في إعادة الوعي للشعب العراقي وإعادة الأمل للعراقي وقت هذه الحلقة قد انتهى عزيزي المشاهدين أترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة